اشتركوا في القناة 12 مايو 2020 حيث انه خلالها 24 ساعة اكدت لنا المختبرات الوطنية المشاركة في عملية التشخيص المخبري للحالات المشتبه اصابتها بهذا الفيروس 137 حالة اضافية جديدة ليصبح الإجمالي للحالات المؤكدة ببلادنا منذ بداية هذا الوباء 1648 الحالة هذه الحالات الجديدة ديلها 24 ساعة تم اكتشاف جلها بجهة الرباط صلى القنيطرة بالدرجة الاولى ثم جهتي الضربضة السطات وطنجة طوان الحسيمة بدرجة اقل ثم جهتي مراكوش اسفي وفاس مكناس بدرجة اقل هذه الحالات لازلنا نكتشفها في ايطار التحري والتتبع الصحي والكشف المخبري لدى المخالطين حيث انه من بين هذا ال137 حالة 121 منها كتشفناها بواسطة هذه القناة ديل التتبع الصحي للمخالطين اي بنسبة 89% مجموع المخالطين الذين تم تتبعهم والتحري بشأنهم منذ بداية الوباء وصل الى يومه الى عدد 37.028 مخالط بالنسبة للتوزيع الزغرافي لمجموع الحالات المسجلة ببلادنا منذ بداية الوباء فالنسب لم يطرق عليها تغيير كبير بحيث تبقى جهة الضربضة السطات هي الجهة التي سجلت بها على نسبة متبوعة بجهات مراكش اسفي ثم طنجة طوان الحسيمة ثم فاس مكناس ثم الرباط صلاة والقنيطرة ثم ضرعة تافلت طبيعة الحال الى جانب هذه الحالات المؤكدة مخبريا التحالي المخبريا تؤكد لنا عدم توبوت وجود فيروس المسبب لكوفيد-19 في العينات وهذا المجموع ديال الحالات المستبعدة خلالها 24 ساعة وصل الى 2698 والإجمالي ديال الحالات اللي كانت محتملة ديال الإصابة ديالها ولكن استبعدت جراء التحليل المخبري منذ بداية الوباء هذا العدد وصل الى 65397 بالنسبة للوفايات لم نسجل والحمد لله أي حالة وفاة خلال هذا 24 ساعة فالعدد الإجمالي ديال الوفايات جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 منذ بداية الوباء ببلادنا ضل هو 188 حالة وفاة وانخفض نسبيا وشيئا ما انخفضت نسبة الإيمات حيث وصلت اليوم جوج فاصلة تسعود في المياه طبيعي الحال نسبة الإيمات ديال مجموع حالة الوفاة نقصو معلها مجموع الحالة المؤكدة منذ بداية الوباء بالنسبة لحالة الشفاء سجلنا كذلك والحمد لله تماثل 180 حالة للشفاء التام طبقا للمعايير التي نعتمدها في بلادنا ليصل بذلك إجمال الحالات التي تماثلت للشفاء منذ بداية الوباء 2991 وليستمر كذلك لتستمر كذلك نسبة التعافي في الارتفاع حيث وصلت اليوم 46.6% بالنسبة بالنسبة كذلك وتفاعلا مع بعض الأسئلة التي تريد علينا بالنسبة للتوزيع حسب الجنس فإلى حدود اليوم نحن في بالنسبة للحالات بطبيعة الحالة المؤكدة نحن في 56% من الحالات عند الرجال و44% عند النساء وبالنسبة للعمر فلازم نشهد انخفاض في معدل العمر دي الحالات فخلال الأسبوع المعدل دي الحالات المؤكدة هو 34.5% علما أنه عند بداية الوباء ببلادنا كان المعدل هو 54.8% هذا معناه أن الذين يتعرضون الآن للعدواء هم الأشخاص الأقل سنا ويمكن أن نفهم أو نستنتج أنهم الأشخاص الذين لا يبقون ملتزمين بإجراءات العزل وهذا ما يعطينا هذه الحالات التي نكتشفها على شكل دائما بؤر في بعض المدن التي لازالت تسجل هذا النوع من البؤر علما بأنه هذه الحالات ولو صغار في السن هم الذين يمكن أن ينقل العدواء لأشخاص آخرين داخل المنازل أو في إطار تجمعات أخرى كان هذا كل ما يتعلق بالحالة الوبائية لكوفيد-19 ببلادنا خلال 24 ساعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه وفلاشين يوتيوب وبرتجوا هاد الفيديو مع صحابكم وما تنسوش تديرو جام الموقع إحطاء لشبكات التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة